الحكايتين وأكيد سمعت يغيرهم عشرات عايزة أقول بس شوية حاجاتها السريع كده العنف المنزلي اللي تعرضت له أميرة واللي تعرضت له صديقتنا موجود في الدنيا كلها في العالم كله زي ما انت تفضلت قلت في المقدمة كده العنف ده موصلش للمحاكم العنف ده القانون ما يعرفش عنه حاجة يعني في ستات كتيرة بيمارس عليها عنف جوى البيوت سوى بالضرب أو بالإساءة النفسية أو بالحرمان من العمل أو الحرمان من الخروج أو التحقير أو الختان أو زواج القاصرات يعني كل دي أنواع عنف كل دي أنواع عنف وما بيوصلوش يعني عشان الفكرة بتاعت طب نعدل القوانين طب نغير القوانين مش بالقوانين وحدها الموضوع هيتحل إحنا أمام مشكلة مجتمعية مرتبطة بالعادات وبالتقاليد وبالثقافة وبرؤية المجتمع للموضوع الستات بتتضرب وما بتقولش الأهلاه ده أول مستوى وبعدين لما تنقشيها تقولك ده مفعل ده أصله كان تعبان ده أصله عصبي بس والله طيب بس ابن حلال هي تلتمس له الأعظم وفيه ستات تتضرب وتقول لأهليها وأهليها لا تدعم سوى كان عدم الدعم بسبب أنه ما تخربيش البيت أو ما يقدروش يصرفوا عليها أو ما يقدروش يأكلوا عيالها لو ما بتشتغلش أو هم رأيهم أن ده النمط السائد الطبيعي الأم بتتضرب والأخت بتتضرب والأخ بيدرب مراته هو مش بيدربه لما تنقشي أي حد فيهم هو مش معتقد أنه بيدربها دي استفزته دي غلطت دي قلت أدبها أو بيربيها آه تمام؟ أو بيربيها فكل ده إحنا لسه ما وصلناش للمحكمة كل ده لسه القانون ما تكلمش في الموضوع خالص وبالتالي التصدي إحنا حضرنا مؤتمرات كتيرة للمرأة من بكين 95 للنهاردة التصدي لظاهرة العنف ضد النساء مش بالقوانين بس محتاج توعية طويلة النفس مستمرة في الحوار مش مع الأمهات اللي بتربي مع البنات اللي في الحضانة يعني أنت تبتدي تكلمي البنات اللي في الحضانة وتقدمي نمازج في كتب التعليم بتقول أن البنت والولد والاتنين بيتعلموا والاتنين بيروحوا الشغل والاتنين كائنات فاعلة في المجتمع تبتدي من ده فتوصلي بعد جيل أو جيلين أن الزاهرة تبتدي تتلاشة إنما الدراسات قالت حاجة حزينة يعني أنا قاعدة في الحلقة حتى إيدي على خد كده لأن ملف العنف ضد المرأة ده ملف تقيل جدا ومع لشي سيدات ومثقفات وكارير ليدي ومتعلمات واترعت ألم بالزبط وعصبي ومش قصده وبعدين بلاش يستي بلاش ألم يشتمها يهنها يحقرها يستغبيها يعني يقول حاجات كده وهو معتبر المجتمع مش معتبر أن ده عنف تايم الموضوع عايز جهد الدراسات قالت حاجة غريبة وموجعة جدا الأمهات اللي بيتمارس عليهم العنف هم اللي بيعيدوا إنتاج العنف هي اللي بتعلم بنتها تستكين وتقبل وبتعلم ابنها وبتعلم ابنها أنه مش يدرب أخته لا يا ستي مش هيدرب أخته ده بيحب أخته وشعيل على دماغه أنه يدرب مراته والكلام كده ولو ما سمعتش كلامك تزهدها ولا تديها ألمين فالأم بتعيد إنتاج العنف وبعدين فكرة تتطلق ولا خراب البيت تتطلق مرتين وتبقى فشلة ولا تستحمل تلتمث له الأعذار ولا كل ده محتاج مجهود مجتمعي شديد مع زي ما بقولك صدقيني يعني آه ممكن لما نشتغل مع بتوع الابتدائي والسنوي النتائج تتحسن وعبتوع الجامعة ومع الأمهات ومع البنات الصغيرة اللي بتتجوز إنما عايزة تبني حوائط صد ابتدي مع بتوع الحضانة ابتدي اشتغلي بنفس طويل مع بتوع الحضانة عشان تعرفي تواجهي إزايا غير كده أنا أسفة هنفضل نتكعب في اللي إحنا فيه ولا قانون حينفعنا لا قانون إيه إحنا ما وصلناش للقانون أنت روحتي المحكمة قلت اتضربت ده في الآخر أميرة قالت لك إنها اتضربت راحت المحكمة قالت ما خدش المحاكم برا المناقشة على فكرة لما ست بتعمل محضر إن جوزها ضربها وبتجيب تقرير طبي المحاكم بتقكم عليه بالحبس أهلها بيجبروها تتنازل طبعا أهلها مش والقاضي بيحبسوا إنما وبنتك حتتخطب وبقى اسمك حبستي أبو فأهلها يجبروها تتصالح والقاضي بحبسوا